اهلا بكم اجزاء المشاهدين مرة اخرى والتايمز البريطانية كتبت بان الناخبين في امريكا غيروا مرة اخرى الاحداث في الشرق الاوسط في اشارة الى التصالحات الحاصلة الان بين قطر والسعودية والامارات والبحرين ومصر ايضا التفاهمات في المنطقة بين تركيا ايضا وخصومها من بينهم ايضا فرنسا حول الموضوع او حول المصالحة القطرية السعودية نتابع ما جاء في التايمز البريطانية مع الزميلة صفاء اليك صفاء نعم عبدالله نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحليلا لريتشارد سبينسر مراسلها لشؤون الشرق الاوسط قال فيه انه غالبا ما تكون العلاقات الشخصية لقادة الخليج مشوبة بالغرابة في اعين الجماهير الغربية لذلك عندما تعانق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والشيخ تميم الثاني امير قطر هذا الاسبوع لم يدرك معظم الناخبين الامريكيين مدى تأثيرهم في صنع ذلك الحدث فلقاء الرجلين في مطار سعودي جاء بمثابة تعبير رمزي على ان الصدع المرير الذي وضع دول الخليج في مواجهة بعضها البعض لمدة ثلاث سنوات ونصف قد انتهى ويرى الكاتب ان توقيت عودة العلاقات قبل اسبوعين من تغيير الرئيس في الولايات المتحدة لم يكن من قبيل الصدفة ومن المرجح ان يكون الناخبون الامريكيون قد غيروا مرة اخرى الاحداث بعمق في الشرق الاوسط ويرى سبينسر ان السرعة التي حدث بها رأب الصدع في العلاقات بين السعودية وقطر املتها جزئيا نتيجة الانتخابات الامريكية ونهاية رئاسة ترامب ويقول انه في السنوات الاربع الماضية كان ترامب اهم صديق لمحمد بن سلمان على المسرح العالمي وعندما اعلن عن الحصار في مايو 2017 بدأ ان ترامب يمنحه الدعم ويقول الكاتب ان الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن سياسي مختلف تماما واكثر انسجاما مع مؤسسة السياسة الخارجية الامريكية التي كانت تكره دائما رؤية دول الخليج شركاء الولايات المتحدة على خلاف اعود اليك عبدالله نعم شكرا صفاء وقدر ترحيب ايضا في الاستيديو بالاستاذ شامنور الكاتب وايضا الخبير في العلاقات الدولية اهلا بك استاذ شام وايضا بالاستاذ عبدالناصر المدع الكاتب والمحلل السياسي اليمني ابدأ معك استاذ عبدالناصر تتفق مع الكاتب بان الانتخابة الامريكية هي بالفعل من املت المصالحة الخليجية وايضا بان بايدن شخصية مختلفة تماما عن ترامب بانها تفضل عمل مع المؤسسات كما اشرت انت ايضا في المحور الامول وانها ايضا تفضل ان لا ترى الشركاء مختلفين فيما بينهم في المنطقة بالطبع المناخ الدولي هو الذي يرسم العلاقات بين الدول في الغالب يعني عندما نتكلم نحن عن دول ونظام اقليمي ثم نظام دولي في الغالب يكون النظام الدولي هو الحاكم لعمل النظام الاقليمي وعمل الايضا ومؤثر بشكل كبير على علاقات الدول فيما بينها البين وايضا حتى نظمها الداخلية فلا شك بان المناخ الدولي القادم سيختلف كثيرا عن فترة ترامب فترة ترامب يعني كانت فترة سادتها الفوضى سادتها السلوك الشخصي والابعاد الشخصية لترامب وفريقه الحاكم والصغير الذي هم اقاربه عن عمل المؤسسات الامريكية لهذا المؤسسات الامريكية التي بايدن هو جزء منها وقد عمل فيها ويعرف كيف يتعامل معها من مصلحتها بالفعل أن لا ترى حلفائها أو من هم محسوبين عليها كأصدقاء أن يكونوا هم في حالة صراع فيما بينهما البين لأنهم في هذه الحالة يقدموا يعني يكون عملهم هذا في صالح من هم منافسين أو أعداء الولايات المتحدة وهنا في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية الصراع القطري السعودي الإماراتي كان في صالح إيران يعني إيران كانت الطرف الذي استفاد كبير منه كما أن أيضا هذا التنافس وهذا الصراع أثر على ملفات كثيرة في ليبيا في اليمن وفي سوريا ومن ثم هناك حاجة أمريكية وحاجة للمنطقة أيضا بأن لا تكون هذه المنطقة في حالة تجاذبات حادة لأن تجاذبات الحادة هي تعمل على المزيد من حالة عدم الاستقرار التي هي أيضا سماء من سماء هذه المنطقة ولهذا بايدن من مصلحته أن يرى حلفائه متفقين أو على الأقل ليسوا متصارعين كان هناك أيام ترامب وحتى من قبل أيام ترامب كان هناك فكرة إنشاء حلف عسكري ما يسمي نيتو عربي لمواجهة الخطر الإيراني طبعا واحدة من العوائق التي حالت دون نشوء مثل هذا الحلف كان هو الصراع الذي اندلع خطري الخليجية بين الأطراف الخليجية ومن ثم هناك لا زال هذا المقترح على الطاولة بشكل أو بآخر لكن في كل الأحوال أعتقد بالفعل أن ما حدث في الولايات المتحدة أثر بشكل مباشر حتى الآن على خارطة العلاقات بين الدول العربية وغير الدول العربية في المنطقة نعم وأن العمل من خلال مؤسسة ربوما قد يكون مختلفا تماما عن العمل الذي انتاجه ترامب خلال الأربع السنوات أستاذ عبد الناصر المدع الكاتب والباحث الإيمني شكرا لك كنت معنا عبر سكايم العاصمة الأردنية عمان أشكرك مقددا أستاذي وأعود إليك أستاذ هشام ونطفق معهما بأن نحن أمام مرحلة ربما بدأت تؤتي ثمارها قبل أن تبدأ حتى من خلال هذه المصالحات التي نشهدها في المنطقة أو العمل من خلال مؤسسات الأمريكية التي لا تفضل أن ترى حلفائها متشاكسين فيما بينه صحيح تختلف دارة جو بايدن بالكل تأكيد دارة جو بايدن المؤسساتية الديمقراطية عن رؤية رئيس ترامب المحسوب على التيار الشعبوي واليمين وبات أكثر توجها نحو اليمين المتطرف بعد الأحداث الأخيرة التي هاجم من خلالها أنصار الكونغرس الأمريكي أثناء تنصيب أو الإقرار نتائج الانتخابات الأخيرة وأيضا بالتأكيد عقلية رئيس ترامب العقلية التجارية الشركاتية التي كان يدير من خلالها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الخارجي وسياسة الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية لصالح شعار رنان وشاعري جدا هو جعل أمريكا أولا كل ذلك سوف يختلف مع قدوم إدارة الرئيس جو بايدن التي يراهن الكثيرون على أنها سوف تكون إدارة جديدة أو إدارة أوبامية بنسخة جديدة لا سيما أن ظل الرئيس أوباما سوف يكون حاضرا في هذه الإدارة لكن الكبار الموظفين الذين عملوا أيضا في إدارة صحيح إعادة إنتاجها مرة أخرى وإعادة تعينها مرة أخرى لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق لماذا تحرص إدارة رئيس أمريكي عملت على إفساد العلاقات العربية الإقليمية سواء كانت بين قطر والدول الخريج لماذا الآن قبل مجي بايدن تماما هل يريد الرئيس الأمريكي ترامب وصهره جارد كوشنر الذي رعى هذا الخلاف وعززه وأججه خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية أن يقطف جو بايدن على سبيل المثال ثمار وحصيلة هذه المصالحة قبل أيام من مغادرته أم أنه يخطط لنقل لأمر آخر قد يعرقل على بايدن مسألة العلاقة مع إيران عن طريق تعزيز وحدة الصف الخليجي وجعله وحدة واحدة في مواجهة إيران في هذه الأطناء لكن الأمر يبدو أيضا أكبر من تخطيط إدارة ترامب لدينا أيضا تركيا وفرنسا أربع سنوات من العداء المتبادل والتصريحات القوية الآن يبدو أن الدولتين تبحثان خارط الطريق كما قال وزير الخارجية لتطبيع العلاقات وعودتها علاقة لأن تكون هذه أيضا الرئيس أردوغان قال أنه يبحث عن علاقة طيبة أيضا للتحاد الأوروبي صحيح جميع حلفاء أمريكا وليس فقط الخليجيين يبحثون عن التهدية صحيح جوب بايدن التي سوف تنتهج نهجا مسالما لنقل إلى حد كبير ومتصالحيا بعد فترة الخرابة خلال أربع سنوات التي قام بها ترامب على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية إذن تركيا وفرنسا لكن ما الذي يخشى حلفاء أمريكا لكي يتصالحوا قبل مجيء بايدن في هذه الفترة الانتقالية يحاولون من خلال هذه المصالحات أن يقوموا بذلك بأنفسهم لنقل بعيدا عن إملاءات ترامب سواء كانت تركيا وفرنسا سواء كانت تركيا والاتحاد الأوروبي نعم بعيدا عن إدارة ترامب أنها ساهمت في ذلك هو قام وهم قام يقومون بذلك بأنفسهم قبل أن يأتي بايدن لكي لا يمنحوا ذلك الرصيد السياسي لإدارة ترامب رغم أنها حدثت في آخر ولايتي لكن كلنا يعلم أن إدارة ترامب الآن مشغولة في الاعتراض على نتاج الانتخابات وما سيتقول إليه المشاكل التي تماما خاصة أن الكونغرس الآن في صدد إقالة الرئيس وعزله وفق التدريب 25 يبحث ذلك غدا كل ذلك يعني أن إدارة ترامب سوف تكون بعيدة عن استثمار هذا الرصيد السياسي وبالتالي فإن الدول التي كانت على خصام أو كانت على تواجه بعض المشاكل فيما بينها فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وفيما بينها سوف تحاول الآن ترتيب الأمور وتمهيدها لجو بايدن لكي يستلم إدارة الملفات الخارجية لسيما فيما يتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين والدوليين كفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي ليكون مسألة إعادة ترميم هذه الصورة بالنسبة للولايات المتحدة على المستوى الخارجي وإعادة ترميم العلاقات مع الدول التي خسرتها الولايات المتحدة خلال فترة ترامب أكثر سهولة ولا يستغرق الأمر سنوات وسنوات لأن ما قام به ترامب خلال أربع سنوات ربما يحتاج إلى عقود لترميمه لسيما انسحابه من المنظمات الدولية منظمة الصحة منظمة اتفاقية المناخ توتير العلاقات مع ألمانيا توتير العلاقات مع عدد من الدول حول العالم كل ذلك يحتاج إلى سنوات فيما لو أرادت إدارة جو بايدن القيام به ولذلك بدأت الدول تستشعر أهمية مساعدة إدارة جو بايدن بشكل مسبق والقيام بتذليل هذه العقبات أمامه لكي تكون الأرضية ممهدة أمام أي تحسين العلاقات الأمريكية في المنطقة وأيضا إعادة الولايات المتحدة إلى المشهد الدولي لأن البديل ألا يبدو أيضا مساهمة من قبل حلفاء أمريكا في تحجيم إيران لا اعتبر أنها استفادت أيضا من هذه الخلافات بكل تأكيد عندما كانت هناك الخلافات قائمة بين كل دول المنطقة وكان هناك انقسام كبير بين تركيا ومواجهات بين تركيا وفرانساس تركيا ومصر الملف الليبي الملف اليمني ملف المصالح الخارجي كل هذه الملفات بطبيعة الأحوال عندما تكون حلفاء الولايات المتحدة متشاكسون ويتشاكسون فيما بينهم في هذه الملفات ويعانون من إدارة ترامب فيما يتعلق بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية سوف تنجح الأنظمة التي تعادل الولايات المتحدة أو تنصبها العداء بإدارة هذه الملفات بشكل أفضل أما عندما تكون الأمور ممهدة فسوف يكون موضوع مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة أسهل سوف يكون مواجهة النفوذ الإيراني على المستوى الاقتصادي والسياسي بأكثر سهولة بالنسبة لإدارة بايدن لأنها لن تجد معارضة من هذا الفريق أو ذلك على السياسة المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقتها مع إيران على سبيل المثال المصالحة الخليجية الأخيرة التي تمت بين قطر وصول لا يبدو إذن هذا الأمر يتجاوز إيران لنقل على الصعيد الدولي ربما يذهب في اتجاه الصين وروسيا أيضا لتحجيم المنافسين الدوليين لأمريكا بطبيعة الأحوال الولايات المتحدة تضع بين نصب عينيها أن الصين خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية كانت قد عادت إلى المشهد الدولي أو لنقل قد وسعت من نفوذها خلال المشهد الدولي بشكل أكبر مستفيدة من قدرتها على مواجهة فيروس كورونا في الوقت الذي عجزت في الولايات المتحدة عن مواجهة هذا الفيروس وبالتالي فإن عندما تقوم بإغلاق الملفات الصغيرة أو الملفات المشاكل القليمية والمشاكل الخلافية بين الحلفاء وتركيز أكثر باتجاه الشرق باتجاه الصين سوف يساعدها ذلك على مواجهة هذا النفوذ الصيني المتغلغل والمتمدد في المنطقة وبالتالي سوف يكون بالنسبة إليها الملف الإيراني أحد الملفات التي ربما ستقوم بإغلاقه بشكل سريع سواء عن طريق التفاوض أو عن طريق حسم هذا الملف بشكل كامل وأغلاق أي منافذ لتغلغ للنفوذ الإيراني في المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن أو حتى في الخليج نفسه كلنا يعلم أن الخطوط القطرية على سبيل المثال كانت تدفع نحو 100 مليون دولار فقط لمقابل مرور الطيران بعد الحصار الذي فرضته دول الخليج فوق الأجواء الإيرانية فبالتالي إيران حرمت من 100 مليون دولار فقط كنتيجة مباشرة لهذا الإغلاق إذن هناك تغضيق أيضا مالي على إيران بخصوص هذه المصالحة أعتقد أن هذه المصالحات سوف تؤتي أكلها قريبا لكن الخوف مما قد يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيامه الأخيرة ولذلك سوف ننتظر على أحد من الجمر ما سيقوم به في خلال الأيام الأخيرة وفيما إذا كان قد ركن نهاية واستكان لنتائج الانتخابات الأمريكية أم أنه سوف يحاول إلى اللحظة الأخيرة التشكيك في هذه الانتخابات وحث أنصار على النفذول إلى الشارع مرة أخرى ودفع الولايات المتحدة إلى الفوضى في أيامها الأخيرة ما يعني أنها سوف تكون الولايات المتحدة منشغلة داخليا عن متابعة الملفات الإقليمية والدولية التي يحاول حلفاؤها تمهيد وتذليل الأرضية لها قبل قدوم إدارة الرئيس جو بايدن نتمنى لأمريكا أن تكون هادئة يعتبر أنها لاعب دولي وحليف مهم أيضا لدول المنطقة الأستاذ يشام منور الكاتب والباحث في العلاقات الدولية شكرا أن أعقدك معنا هذا المساء كما أشكر أيضا أعزاء المشاهدين الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والباحث اليمني وأيضا الأستاذ راجح بادي الناطق باسم الحكومة الذي كان معنا في المحور الأول أشكركم بطبيعة الحال على حسن مطابعتكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من اليمن والعالم وفي أمل الله اشتركوا في القناة